اعزائي طلاب الصف الثاني عشر أدوي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اليوم موعدنا مع الحصة الثامنة في منهج الإحصاء للفصل الدراسة الثاني بعنوان المتغيرات العشوائية المتصلة دعنا نرى المثال الذي أمامك إذا كان سين متغيرا عشوائيا متصلا وذالت كثافة الاحتمال له هي ذال سين تساوي 8 سين لقيم سين التي أكبر من أو يساوي صفر وأقل من أو تساوي 4 وصفر فيما عدا ذلك أوجد احتمال سين أكبر من أو يساوي صفر وأقل من أو يساوي 4 ثانيا احتمال سين أصغر من أو يساوي 2 ثالثا احتمال سين أكبر من 2 كما علمنا من قبل أنه إذا كان في السؤال دالت كثافة احتمال لا بد من الرسم هنا الرسم يختلف عن سابقا هنا سيكون الرسم مثلث الشكل الذي ينتج من السؤال هو عبارة عن مثلث في الحصة الماضية كان الشكل الناتج هو عبارة عن مستطيل لماذا مثلث؟ دعنا نرى قيم السين هنا ما بين 0 وأربعة 0 1 2 3 4 نعوض داخل هذه الدالة عن قيمة السين مرة بصفر مرة بواحد مرة باتنين مرة بثلاثة مرة باربعة وهكذا ثم نضرب صفر يعني صفر ثم نضرب واحد يساوي ثم ثم نضرب اثنين يعني يساوي ربع وهكذا إلى أن نصل الخط المستقيم كاملا ونقلق الرسم فيكون الشكل الناتج هو عبارة عن مثلث كما هو موضح أمامك طيب المطلوب هنا إيجاد احتمال سين أكبر من أو يساوي صفر وأقل من أو يساوي أربعة فالشكل الناتج هنا هو عبارة عن مثلث المضلل باللون البني أو مضلل باللون الأحمر تمام فهو عبارة عن مساحة المثلث دعنا نتذكر ما هي مساحة المثلث نعم مساحة المثلث هي نص القاعدة ضرب الارتفاع نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة هنا في المثلث الذي أمامك هي عبارة عن أربع وحدات وحدة الثانية الثالثة الرابعة يبقى نص ضرب أربعة ضرب الارتفاع هنا هو هذا هو الارتفاع هو نص يبقى نص ضرب أربعة ضرب نص باستخدام الآلة الحزبة يساوي واحد هذا هو المطلوب الأول المطلوب الثاني هنا لامسين أصغر من أو يساوي اثنين أصغر من أو يساوي اثنين يعني كل القيم التي على يسار الاثنين يعني أصغر من اثنين يعني على يسار الاثنين فأيضا الشكل الناتج هنا أمامك هو عبارة عن مثلث كذلك مساحة المثلث باللون الأصفر فمساحة المثلث هي عبارة عن نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة هنا هي عبارة عن وحدتان وحدة والثانية يبقى نص ضرب اثنين والارتفاع هنا كم؟ من يقول؟ أيوة نعم الارتفاع هو ربع يبقى نص ضرب اثنين ضرب ربع باستخدام الآلة الحاسبة يعني يساوي ربع هذا هو المطلوب الثاني المطلوب الثالث احتمال سين أكبر من اثنين أكبر من اثنين يعني على يمين اثنين مساحة الجزء أو المساحة المنطقة التي على يمين الاثنين هي منطقة غير مضللة فهذه المنطقة عبارة عن واحد ناقص الأصغر من اثنين احتمال سين أصغر من أو يساوي اثنين لماذا؟ لأن مساحة المثلث كاملا هو واحد الصحيح كما علمنا من قبل فواحد ناقص مساحة المثلث الأصغر هذا الذي أوجدناه من قبل هو ربع يعني واحد ناقص ربع يعني يساوي ثلاثة ربع هذا هو المطلوب الثالث دعنا نرى حاولا تحل إذا كان سين متغيرا عشوائيا متصلا ودالت كثافة الاحتمال له هي دالسين تساوي نص سين حيث قيم السين أكبر من أو تساوي الواحد وأقل من أو تساوي الاثنين ودالسين تساوي صفر فيما عدا ذلك أوجد احتمال سين أصغر من الواحد ثانيا احتمال سين أكبر من أو تساوي الواحد ثالثا احتمال سين تساوي الواحد كما تعودنا من قبل أنه إذا كان في السؤال دالت كثافة احتمال فإننا نلجأ للرسم قيم سين هنا من صفر إلى اتنين نعوض مرة سين تساوي صفر يعني نص ضرب صفر يساوي صفر نص ضرب واحد يساوي نص نص ضرب اتنين يعني يساوي الواحد ونصل الخط المستقيم ونغلق الشكل بحيث أن يكون الشكل الذي أمامك هو عبارة عن مثلة دعنا نرى المطلوبات ألف المطلوب الأول احتمال سين أصغر من الواحد ما معنى أصغر من الواحد كما تعودنا أي نعم هو القيم التي على يسار الواحد يعني هذا الواحد على يساره فهو عبارة عن مثلث المضلل باللون الأخضر ومساحة المثلث المضلل باللون الأخضر هي عبارة عن نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع يعني نص ضرب القاعدة اللي هي واحد والارتفاع هو نص يعني نص ضرب واحد ضرب نص باستخدام الأل الحاسبة يعني يساوي ربع كذلك احتمال سين أكبر من أو يساوي الواحد يعني على يمين الواحد مساحة الجزء الغير مضلل هذا عرفنا أن مساحة المثلث الأكبر هذا هو عبارة عن واحد فواحد ناقص مساحة المثلث اللي باللون الأخضر يعني واحد ناقص ربع يعني يساوي تلات تربعة المطلوب الأخير لام سين تساوي واحد تساوي واحد كما علمنا من قبل أنها تساوي كم صفر عندما يساوي قيمة الاحتمال تساوي صفر دعنا ننتقل إلى جزئية أخرى وهي التوزيع الاحتمالي المنتظم لمتغير عشوائي متصل يعرف التوزيع الاحتمالي المنتظم على الفترة المغلقة ألف مغلق وباء مغلق بأنه توزيع احتمالي دالة كثافة الاحتمال له هي دال سين تساوي واحد على باء ناقص ألف حيث السين أكبر من أو تساوي الألف وأقل من أو تساوي الباء كذلك صفر فيما عدا ذلك التوقع أو الوسط للتوزيع الاحتمالي المنتظم كما علمنا من قبل أن التوقع هو ميو ميو يساوي ألف زائد الباء تقسيم اثنين هذا هو قانون التوقع للتوزيع الاحتمالي المنتظم بينما التباين للتوزيع الاحتمالي المنتظم هو السجما تربيع بيساوي باء ناقص الألف لكل تربيع تقسيم اثناشر هذين قانوني التوقع للتوزيع الاحتمالي المنتظم والتباين أيضا للتوزيع الاحتمالي المنتظم دعنا نطبق على مثال لتكون الدالة دال سين تساوي ربع لقيم سين التي أكبر من أو تساوي سالب اثنين وأقل من أو تساوي اثنين وصفر فيما عدا ذلك أولا اثبت أن الدالة هي دالة كثافة احتمال ثانيا اثبت أن الدالة دالة تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظم ثالثا أوجد احتمال سين أكبر من السالب واحد وأقل من أو تساوي اثنين رابعا أوجد التوقع والتباين للدالة دالة لإثبات أن الدالة كثافة احتمال لابد أن يكون المساحة أسفل المنحنة أو تحت المنحنة تساوي واحد قيم سين هنا لدينا من سالب اثنين إلى اثنين من سالب اثنين إلى اثنين ودال سين تساوي ربع فالشكل الناتج أمامنا هنا هو عبارة عن مستطيل ومساحة المستطيل كما نعلم أنها الطول ضرب العرض كم الطول لدينا هنا؟ نعم أربعة وحدات والعرض هو ربع يعني أربعة ضرب ربع أربعة ضرب ربع يعني يساوي واحد فدام أن المساحة تساوي واحد أو المساحة تحت المنحنة تساوي واحد إذن هذه الدالة هي دالة كثافة احتمال إذن هذه الدالة هي دالة كثافة احتمال وهذا هو المطلوب الأول طيب المطلوب الثاني باء المطلوب هو إثبات أن دالة تتبع التوزيع الاحتمالي المنطدم كيف نثبت أن الدالة تتبع التوزيع الاحتمالي المنطدم؟ نعم بالقانون اللي هو واحد على باء ناقص الألف طيب ولكن كم قيمة الباء هنا؟ نعم الباء هنا اثنين والألف هي السالب اثنين إذن واحد على باء ناقص ألف يعني باء اثنين ناقص سالب اثنين يعني يساوي أربعة فواحد على أربعة يعني واحد على أربعة إذن دالة سين يمكن كتابتها بالصورة واحد على أربعة لقيم سين التي أكبر من أو يساوي سالب اثنين وأقل من أو يساوي اثنين وصفر فيما عدا ذلك هذه الصيغة هي نفس صيغة دال سين تساوي واحد على باء ناقص الألف قيم سين التي أكبر من أو ساوي الألف وأقل من الباء فطالما أن هي نفس الصيغة إذن هذه الدالة تتبع التوزيع الاحتمالي المنتظر تمام؟ طيب هذا هو المطلوب رقم باء المطلوب جيم أوجد قيمة احتمال سين أكبر من السالب واحد وأقل من أو يساوي 2 أكبر من السالب واحد وأقل من 2 يعني من السالب واحد إلى الاتنين يعني من على يمين السالب واحد نعم أيوة المستطيل الذي باللون الأحمر ومساحة المستطيل كما علمنا من قبل هي عبارة عن طول ضرب العرض أقول كم وحدة هنا أقول نعم واحد اثنان ثلاث وحدات والعرض هو ربع يعني ثلاثة ضرب ربع ثلاثة ضرب ربع بالسبب من الحاسب يعني ثلاثة ربع تمام هذا هو المطلوب الثالث المطلوب الأخير وهو دال أوجد التوقع والتباين للدال لا دال كما علمنا أن التوقع في التوزيع الاحتمالي المنتظم له قانون وهو ميو يساوي ألف زائد الباء تقسيم اثنين يعني ألف اللي هي عبارة عن سالب اثنين زائد اثنين تقسيم اثنين يعني يساوي صفر فالتوقع هنا يساوي صفر والتباين هو سيجما تربية يساوي باء ناقص الألف لكل تربية تقسيم اثناشر الباء هنا هي اثنين ناقص الألف سالب اثنين لكل تربية يساوي اثناشر يعني باستخدام الأذى الحاسبة حيطلع لك 16 على 12 ويمكن اختصارها 1 و 3 إلى هنا نصل إلى نهاية حصتنا على أمل أن نلقاكم في حصص مقبلة و سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا للمشاهدة